كل 45 دقيقة نفقد شخص عزيز على قلوبنا بسبب سرطان البروستات يشدد الخبراء على أهمية الكشف المبكر من خلال هذا الاسناب ندعوكم للفحص الأكيد أنه صحتك بتهمك لأنه الصحة هي الكنز الأول والأغلى والأكيد أنه في كتير ناس ما بتروح تفحص دوريا إلا بعد اكتشاف الأمراض بادر من هلأ واكشف عن سرطان البروستات لأنه صحتك كمان بتهمك قرابة 30% من عراض سرطان البروستات يلاحظها الرجال لذلك خليك مبادر وأفحص لكل زميل ولكل صديق وأيضا لكل قريب التوعب مثل هذا الشهر ما جاء إلا لأجلي ولأجلك أفحص سرطان البروستات هو ثالث أنواع سرطان انتشارا بين رجال العرب والأن صحتك تهمنا بادر بالفحص مبكرا شهر نوفمبر هو شهر التوعي ضد سرطان البروستات بدعوا جميع الرجال بالعالم العربي للفحص المبكر للوقائي من هلمرض اللي يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان البروستات هو اكتشافه مراحل متأخرة بادر بالفحص الاكتار من تناول الأطمان نباتية بيقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات سرطان البروستات الله يشفينا وياكم منه أكثر سرطان يصيب الرجال وأكثر سرطان قابل للشفاء ابدأ بنفسك وساعد أهل بيتك تقول الدراسات أنه رجل بين كل ثمانية رجال يصاب بسرطان البروستات أثناء حياته افحص بدون تردد مشوار نصف ساعة أو يمكن أقل عشان تفحص البروستات يمكن يحميك ويعطيك مستقبل أحلى لك ولعيالك ولأصحابك مش بس كرميلكم كرميلكم كل اللي بتحبون أهلكم وأصحابكم شهر نوفمبر هو شهر التوعية الجسدية والعقلية عند الرجال استشيروا طبيبكم صحة الأنساء هي أهمة إنفاس بندعمالها بحياته مش بس لشهر نوفمبر لغناء متشكر كل أيام السنة لازم نتابع حالنا ونعرف حالنا أنه ما في عنا أي مكو شهر نوفمبر هو شهر التوعية لي الصحة البدنية والصحة العقلية للرجال نصحكم أن أجعل طبيبكم أن أعملوا تشيك كامل عليكم للأحتيات وبعيد الشرع الجسدية إلى جميع الأبناء أنصح أباكم لزيارة الطبيب للكشف على البروستات وذلك للوقاية من سرطان البروستات ونتمنى السلامة للجميع اقرأ نشرات الأطباء وابتعد عن العدات الصحية التي قد تتسبب بالإصابة بسرطان البروستات يقول الأطباء أن النوم الجيد يحمي الرجال من الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 75% اشتركوا في القناة